بعث رئيس مجلس القيادة الرأسي اليمني رشد محمد العليمي برقية تهنئة إلى رئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو وأشهد العليمي في البرقية بموقف مصر المحوري والثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية بما في ذلك دعم مسيرته التنموية والتعليمية وصولا إلى دورها العروبي والإنساني مثمنا العلاقات التاريخية بين البلدين والآفاق الوعدة التي تنتظرها شكرا